ولا عكسي وكان لقيا الشرف أكتر كمان أن أعبت ماتش الاعتزال بتاعه ودي كانت حاجة من الحاجات اللي أنا دوعي الفخر بالنسبة لي كان ماتش الاعتزال ده كان ماتش من ماتشات اللي مش هننساها أبداً لأنه كان فيه جميع اللاعبين من كل محافظات مصر وكانوا كلهم مبسوطين وهم جايين لأن كابتن ياسي اللي بيبوا بالنسبة لنا هو أقاومة كبيرة قوي وأنا كان لقيا الشرف بصراحة أن أكون موجود في الماتش ده وكان ماتش جميل قوي 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 مفتقدنا من اللحظة دي طبعاً كان مفتقدنا مفتقدنا اللعبة ديات الأجيال الجديدة أنا عارف أن إحنا معندناش تسجيلات كتيرة ومشوفناش اللعبة بتاعهم زمان لكن ده واحد من أساطير الكرة اللي هو دي المصرية حقيقية كان إنه واحد كان بيقبوا بسوط ويتفرج عليه على المستوى الإيدي طبعاً كابتن ياسر بالنسبة لنا هو رئيس الجهاز ومش عايز أقول لك أنه هو مثلاً قبل ما تكلميني قبل من نقف مع بعضه ونتكلم دلوقتي كان لسه مكلمنا من حوالي من عشرة دقايق قبل الماتش بتاعه عنده ماتش النهاردة وكان بيتطمن علينا إيه الأخبار فيه مشاكل عندكو مشاكل فهو بصراحة من وقت الالتاني دايماً بيحاول يشوف إيه نوع المشاكل اللي هو بيحاول يستبق إنه هو قبل ما يحصل مشكلة يحاول جداً نشوف حلة عارفة لما أقولك كده عارفة لما أقولك كده هو برينس في الملعب كده هو كان برينس في الملعب فهو أولاً كل اللعيبة بتحبه لعيب مش مؤذي لعيب منظم جوه الملعب وبره الملعب فطبعاً بالتالي الهدوء ده يديك ثقة أكتر يخليك عندك في الملعب عندك حرية أكتر عندك طريق التفكير أكتر هو اسمه بيبو طبعاً على اسم الكابتن كابتن محمود الخطيب فكلمة بيبو دي اللقب ده ميتدخلش لأي حد فمعنى كده هو كان لعيب لعيب حريف أوي كابتن ياسر لبيب خليك متأكد إن كل الناس في قطاع كورة اليد مع الاحتكاك مع الناس بره وجوه كل الناس بتحبه كل الناس بتحب الأسلوب بتاعه كل الناس بتحب الهدوء بتاعه فهو عنده طابع كده في التعاون معي فحب أأكد لك يا كابتن ياسر أن كل الناس بتحبك وأنا شخصياً هو عارف كويس أنا بحبه إزاي ومن أسدقيني من غير أي علاقة بره الجهاز أو جوه الجهاز وإحنا الكلام ده إحنا عملنا مع بعضه على مدار سنين يعني هو بالنسبة لي أخ كبير فنوصله رسالة إن كل الناس بتحبه جوه حقيقة